ينضم إلينا السفير الأردني في مصر والمندوب الدائم في جامعة الدول العربية علي العايد أهلا وسهلا بك إذن البيان الختامي للاجتماع ندد بالخطوات غير القانونية والشرعية باتجاه العاصمة فلسطين القدس والسؤال هنا ما هي السبل مواجهة مثل هذه القرارات مساء النور أولا وأعتقد أن هناك حاجة ملحة لتحرك بشكل جماعي عربي اليوم عقدت جلسة غير عادية ببناء على طلب فلسطين وبدعم من المملكة الوردنية الهاشمية وهذه على إثر القرار التي اتخذته البرازيل بنقل أو بفتح مكتب تجاري في القدس ونحن نرفض أي صورة من صور التنفيذ الدبلوماسي في القدس ونعتبر هذا مخالف وغير قانوني ومخالف القوانين الدولية والقرارات الدولية وآخرها ما اتفق عليه العرب في قممهم وفي الاجتماعات الوزرية المتعددة نعم في الحقيقة الأردن دائما وبقيادة جلالة الملك يحشد باتجاه قضية الفلسطينية وهنا السؤال عن الخيارات التي يملكها الأردن هذه الأيام نحن كما تعلمين منذ اتخاذ الرئيس الأمريكي قرارا بنقل السفارة إلى الأمريكية إلى القدس قامت جهود كبيرة من مولانا جلالة الملك عبدالله الثاني وكانت هناك حراكا دبلوماسيا كبيرا من قبل دبلوماسية بقيادة جلالة الملك ونحن قمنا بالتواصل مع الكثير من عواصم صنع القرار في العالم وكان هناك تأييد للموقف العربي الرافض إلى نقل هذه السفارة إلى القدس وكان هناك إجماع شبه دولي ولم يكن إلا هناك بعض الدول التي قامت بهذا الشيء اليوم أنا أعتقد القدس مسألة مهمة جدا تتطلب عمل عربي مشترك الأردن يقوم بقيادة جلالة الملك بجهد كبير ولكن ذلك يتطلب مساندة عربية ومساندة إسلامية ومساندة دولية في هذا الموضوع بالذات نعم من خلال أعمال مجلس جامعة الدول العربية الطارئ هل لمستم من قبل الدول العربية أي توجه من أجل إجراءات تصعيدية قد تنفذ بالفعل على الأرض طبعا هناك الكثير من الدول العربية لديها وكما تعلمين هناك مصالح وعلاقات تاريخية بين الدول العربية والبرازيل ولذلك لا يمنع من أن الدول العربية تؤثر على مثل هذه القرارات الدول العربية بمجموعة التبادل التجاري بينها وبين البرازيل يشكل حوالي 20 مليار دولار منها حوالي 17 مليار لصالح البرازيل أعتقد أنه يجب أن يكون هناك ضغط عربي وتواصل مع البرازيل أيضا في البرازيل هناك قوة سياسية مؤثرة في البرلمان وفي الأحزاب وفي الجاليات العربية يجب أن يكون هناك جهد متواصل من قبل الجميع ومن قبل الدول العربية مجتمعة وأنا أعتقد من دون هذه الجهود لن يكون هناك تغير في الموقف البرازيلي أنا أعتقد أنه هناك ضرورة كبيرة وملحة على قيام الدول العربية بهذا الأمر نعم شكرا لك السفير الأردني في مصر والمندوب الدائم في جامعة دول العربية السيد علي العيد موسيقى